اعطايا الله ليست متساوية لكن بحسب استعداد قبولك فانت بتاخد نصيبك في احد الاباء كان قال جملة حلوة قال الروح القدس بيدي زي حوض مليان زيت حوض كبير فواحد جيه جاب كباية صغيرة ملهاله زيت التاني جاب كباية كبيرة ملهاله زيت التالت جاب صفيحة ملهاله زيت الرابع جاب برميد ملهوله زيت الكل ما خدش زي بعضه لكن الكل حاسس بالملء الملء لكل اولاد ربنا لكن يختلف الملء على حسب من تتنفتح امام الله على حسب الملء ما يعمل فيك على حسب من تتنفتح امام الله على حسب الملء ما يعمل فيك ادي معنى كلمة الذي فيه ايضا نن نصيبا النصيب ده بيدينا وظيفة معينين ايه هو التعيين لان في الكنيسة مش زي اعضاء الجسد لو كان الكل عين اين السمع وان كان الكل شم اين الازن او اين الفم اعضاء تختلف لكن الجسد واحد انا بشبهها بالقاتي بالكهرباء الكهرباء هي واحدة ما فيش غيرها سالب وموجب تدخل على التلاجة تخلي المية تسقع وتدخل على السخان تخلي المية تسخن وتدخل على المروحة تجيب لنا هواء وتدخل على الكبة تشتغل وتسوي الحاجات بحسب الجهاز بيتم تعيين الجهاز فربنا عمل كده وضع اولا في الكنيسة رسل وبعدين معلمين وبعدين اباء وسعبدين قوات ومرشدين كل ده تعيين يعني ربنا هو اللي بيختار فيه مزمور اخر مزمور في صلاة باكر اللي يقوله استمع يا رب صلاتي فيه اية جميلة عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها انت اللي تعيني مش هختار لنفسي اشتغل ايه هل اشتغل مرنم ما يمكن دي مش موهبتي هل اشتغل وعز طب ما يمكن دي مش موهبتي هل اشتغل مفتقد او هل اشتغل اخراج الشياطين او هل اشتغل واشتغل واشتغل ولا اشتغل رجل الصلاة اصلي من اجل الاخرين ما هالكليسة محتاجة لكل دول والروح هو واحد اللي بيشتغل في الكل عشان كده بيقول معينين وخلي بالك معينين برضو سابقا يعني من قبل ما انا قاجي كان معيني للوظيفة الفلانية او للعمل اللي يمجدوا الفلاني ده في ناس هيمجدوا الله بمرضهم بس بمرضهم يمجدوا ربنا وفي ناس يمجدوا ربنا بفقرهم لما يعيشوا شاكرين يمجدوا الله المهم ربنا يتمجد ادي معنى كلمة سابقا حسب قصد لان ربنا حاطت خطه لكل واحد فينا الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته